و الآن إلى قضية اليوم لا يمر يوم دون أن نسمع عن حادث مؤسف خلف وراءه ضحايا وإصابات في الأرواح وخسائر مادية فادحة لأسباب عديدة من أبرزها التهور في القيادة وعدم أخذ الاحتياطات الواجبة من السائقين من المفيد هنا في هذا السياق الحديث عن سيكولوجيا السائق المتهور لماذا يقود بهذا الشكل؟ لماذا لا يلتزم بقواعد السير؟ لماذا نشعر أحيانا أنه يود الانتحار في مركبته؟ نتحدث أكثر عن هذا الموضوع فبيضى منا الدكتور عبدالله أبو عدس استشاري علم النفس صباح خير دكتور صباح لنور أستاذ أشرف لك ولمشاهدين الكرام ولقناة رؤية الكريمة دكتور هل من عوامل نفسية واجتماعية لعملية القيادة أم أنها عملية ألية بحتة؟ نعم يا سيدي ألا أن عند النظر إلى عناصر القيادة السيارة فننظر الآن إلى العنصر البشري والعنصر المادي طبعا معظم الآن الدراسات والأبحاث تتكلم الآن نوعا ما عن العناصر الأخرى يعني بمعنى عنصر جهازية المركبة وجهازية الشارع وظروف الجوية وما إلى ذلك نعم الآن هناك جهازية فنية للسائق نفسه أستاذ أشرف نعم يعني يجب أن يكون السائق مهيئ الآن نوعا ما لقيادة هذه المركبة لأن قيادة المركبة تؤثر على سلامة الذاتية وتؤثر على سلامة المجتمع نعم نعم يا سيدي هناك حالة يجب أن تكون من التناغم بين النظر وبين التفكير وبين ضبط النفس حتى يكون السائق قادر الآن نوعا ما على السيطرة على هذه المركبة عناصر ضبط النفس تتأثر بعدة جزئيات نفسية منها على سبيل المثال الأعباء والقلق والتوتر النفسي يعني الإنسان الذي يشعر بحالة من القلق أو التوتر أو حتى الاكتئاب هذا يؤثر في ردود فعله الآن وبالتالي الآن استجابته للمؤثرات الخارجية التي تؤثر على قدرته على قيادة المركبة نعم بعض الأشخاص مثلا يمكن أن يكون تعطى أي نوع من أنواع الأدوية أو مثل مهدئات أو منشطات أو ما إلى ذلك تؤثر الآن نوعا ما على قدرته على الاستجابة بعض الأشخاص سيدي يفرض في استخدام التدخين أو القهوة أو ما إلى ذلك خلال عملية قيادة المركبة وهذا الأمر بالإجمال العام يحدث حالا من التشتت وبالتالي يمكن نوعا ما أن يخرق قوانين السير وبالتالي نوعا ما يؤثر على الآخرين فنعم هناك الآن يجب أن تكون حالة من التناغم النفسي التناغم العاطفي عند الآن نوعا ما قيادة المركبة إذا نظرنا إلى قائدي المركبات نرى ثلاث أنواع من الشخصيات الشخصية الأولى هي المتهورة التي لا تأخذ بالاعتبار سلامتها الذاتية أو سلامتها الآخرين هذا الشخص المتهور سيدي يحكم الوجدان أكثر من العقل يحب دائما وأبدا التعجرف يحب التباهي أحيانا هذا التباهي والتعجرف لا يجوز الآن نوعا ما في قيادة السيارة لأن هذه القيادة يمكن أن تؤثر على سلامته وعلى سلامة الطرف الآخر بعض أنواع السائقين شخصياتهم نوعا ما منضبطة ناضجة نوعا ما يلتزم بالقوانين والقواعد في إدارة قيادة السيارة وهذا الشخص طبعا تتحكم فيه الآن العليا بشكل عام هناك الشخص البطيء أو الذي يتخوف من قيادة السيارة ترى يقود السيارة وهو يرتجف وخائف ويتأرق وهذا الشخص طبعا مؤهل أكثر من غيره نعم يا سيد الإصابة نوعا ما بحالات الفاضية طب دكتور يعني مع تطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي ظهرت خاصية الفيسبوك لايف وأيضا سنابشات يعني رح نشوف فيديو الآن لأحد السائقين كان بيشارع الأردن وكان بيعمل خاصية لايف على الفيسبوك وللأسف أدى إلى تدهور السيارة وانقلابها سننتابع سويا دكتور نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعني لأسف دكتور شهدنا العواقب الوخيمة لإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي وهذه الأصبحت ظاهرة بشكل عام عند معظم من يستخدمون خاصية لايف مثلا على الفيسبوك أو مثلا سنابشات نحكي عن الثقافة المجتمعية اليوم وتأثيرها على القيادة أنت حكيت في أنواع من السائقين المتهور وأيضا المنضبط والشخصية الضعيفة أو المتخوفة ينظر أحيانا إلى الشخصية المتهورة بأنه جسور وشجاع مقارنة بالشخص الهادئ يقال أنه مثلا أحيانا لما يكون شخص عم بيتأنى مثلا في قطع الدوار يطلع له شخص من السيارة وقال له ما تقطع أنت جبان مثلا هو نموذج جميل جدا أول شيء نقول الحمد لله على السلام للأخ الكريم السائق طبعا خسائر مادية وخسائر بشرية لأسف تدمن قلب وهذه نراها يوميا في شوارعنا وللأسف طبعا النقطة الثانية الآن نعم السائق المتأني المنضبط لذلك الآن نقول أن أقل نسبة حوات السيارة عند خواتنا السيدات هم أكثر انضباطا وأقل الآن تهورا في قيادة السيارات الآن الشجاعة بالإجمال العام نوعا ما تختلف عن التهور الآن الشجاعة نوعا ما أن أتحكم في عطيفتي وأتحكم في أفكاري وبالتالي الآن أتحكم في نفسي وفي الآخر لا أؤذي الآخرين التهور الآن يختلف يعني القيمة الزائدة أو النقصة تؤدي الآن نوعا ما إلى التهور والتهور بمعنى الآن أن أحكم الآن بعض ردود الأفعال نوعا ما السريعة الغير مدروسة الغير متزنة الآن نوعا ما في عملية قيادة السيارة قيادة المركبة يجب أن تكون متفرغ كليا الآن للقيادة بمعنى وسائل التواصل الاجتماعي أو الطعام أو الشراب أو التدخين أو أي شيء أو حتى الموسيقى العالية أو ما إلى ذلك من هذه الأمور تؤدي إلى التشتت الإنسان الآن نوعاً ما يجب أن يكون هناك تناغم بين أفكاره ومشاعره إذا حدث أي خرق في هذا التناغم يخرق الإنسان نوعاً ما أبسط القوانين المررية وبالتالي يؤدي إلى حدوث بعض الحواسط حكنا على شيء ملموسة ممكن تشغل السائق لكن ممكن التوتر والخلق والاكتئاب مثلاً ممكن يكون في براس وصراع الآن هو عن بسوق نعم الآن إذا نظرنا إلى نسبة الحوادث في دول العالم أستاذ عشرف نرى أن المجتمعات التي تعاني من الضوائق الاقتصادية أو من نوعاً ما الإضطرابات بالإجمال العام نسبة حوادث السير فيها أضعاف أضعاف المجتمعات نوعاً ما المستقرة وبالتالي إذا كان السائق الآن مشبع بالهموم أو مشبع الآن نوعاً ما بحالات معينة حتى نفسية كالاكتئاب والقلق وما إلى ذلك هذا الأمر نوعاً ما يحفزه بطريقة سلبية الآن للتعامل مع مدخلات العملية المرورية وبالتالي ممكن أن يؤدي إلى نوعاً ما خرق القواعد المرورية لذلك دائماً وأبداً ما أنصح ويمكن أن يقدم هذا الاختراع عبر قناة رؤية الكريمة يجب أن يكون هناك تقييم نفسي دائم للسائقين يعني الآن عندما ننظر إلى الجهوزية جهوزية المهارات الفنية لقيادة المركبة يجب دائماً وأبداً أن نخذع السائقين للتقييم النفسي بين فترة وأخرى لأن هذا الأمر يؤدي بنهاية المطاف إذا لم يضبط إلى كوارث تؤثر الآن على كل البيوت كل البيوت الأردنية تقريباً عانت من نوعاً ما حوادث السائر سواء كانت هي المتسببة أو هي المتضررة من حوادث السائر طيب دكتور حكيت أن المرأة أو سيدات هم أقل نسبة حوادث بالنسبة في الشوارع هل من اختلافات نفسية بين الرجل والمرأة؟ يعني وتعليقاً دكتور أنه البعض يشكو من أنه ممكن تكون السيدة هي سبب في الازدحام لأنه بسبب التأني الزائد والبطء معظم الدراسات التي حدثت في دول الغرب والدول الشرقية أكدت أن 93% من أسباب الحوادث هم الرجال وليس سيدات السيدة دائماً وأبداً عندها حالة نوعاً ما من البطء وبالتالي عندها حالة الآن من الدراسة عندها حالة من عدم التسرع عندها حالة من عدم التهور وتكون الآن منضبطة نوعاً ما بالقواعد المرورية بشكل عام وبالتالي الآن السيدات أقل إحداثة يعني ممكن أن يكون هناك بطء في الشارع لكن هذا البطء هو بطء الآن نوعاً ما لا يخلف كوارث يعني البطء أحياناً في قيادة السيارة أفضل بكثير من عملية السرعة لأن السرعة الآن تفقد الساق السيطرة على نفسه وعلى المركبة التي يقوم نعم يعني الأردن بالسنة الماضية صنف ثالث عربياً وبمرحلة كمان متقدمة عالمياً بنسبة الحوادث السير رح نشوف مقابلات ما أجريناها مع بعض الأشخاص ونشوف شو أخطر المخالفات اللي بتعرضوا لها وأيضاً طرق معالجتها إذا كان عندهم حلول إلها نتابع أخطر مخالفة السير هما إثمثين عند قطع الإشارة حمراء وعكس السير ولازم تكون العقوبة جنائية مشان تنتهي على الكامل أعظم مخالفة اللي هي قطعة الإشارة الحمراء بالنسبة لي وجهة نظري إنه ما يقطع إشارة حمراء بصير في خطورة كثيرة على اللي جاي مثلاً من الصيد الثاني إنه بصير في حادث بصير في وفيات لسمح الله الناس اللي بيسرعوا بيتهوروا في السواقة لازم يتعاقبوا لازم يتعاقبوا على طول بغرامات مجزية مخالفات زي هيك درجة أولى مفروض إنه يأخذوا يحطوا دورة في المعهد المروري هاي الدورة بتسكفوا بتخليها ما يخالف مرة ثانية قطع الإشارة الحمراء مصيبة دمار شامل يجب وضع حد لهذه الظاهرة ورفع العقوبات الإشارة الحمراء عبارة عن قتل نفس الأصول إنه يكون عقوبتها أكثر من هيك إنه فيه شعب عندنا ما بيعطوض من بقولها خلص مخالفة بتخلفه هذا هو بالعلم هو قاتل نفس ممكن إنه يقتل نفس يقتل أطفال يقتل ناس مش منتبه أنه عد إشارة حمراء فهي خطرة شغل كثير أحيانا ضمن التسابق في الشارع والزيحامات المرورية مثل مع الشتائم والسباب من قبل السائقين على بعضهم هل إحنا في أزمة أخلاق الآن في الشوارع من ناحية السواقة؟ نعم يا سيدي نعم نستطيع الآن تصنيفها أنها أزمة أخلاق للحسب طبعا الآن إذا نظرنا إلى ملاحظات الأخوة السائقين هناك نقطة مهمة جدا من يقول أنه يجب أن يأخذ دورة متخصصة في المرور هو يجب أن يأخذ الآن دورة نفسية في كيفية التعامل مع النفس ومع الآخرين أولا ثم دورة متخصصة في المرور وهذا الآن أمر غاية في الأهمية الآن نعم يمكن أن تكون الآن يمكن أن يكون قائد المركبة يعاني من أي نوع من أنواع الطراب الشخصية وبالتالي الآن يحاول أن يسقط بعض انفعالاته على الآخرين يحاول أحيانا أن يشتم يحاول أحيانا أن يستفز السائق الآخر وبالتالي الآن هنا يحدث حالة من التصادم بين الطرفين وللأسف تكون المركبة هي الوسيلة المركبة الآن هي أداة خطيرة جدا إذا تم استخدامها بطريقة سلبية هي قاتلة نعم وبالتالي القدرة على الآن التعامل مع هذه الأداة أمر غاية في الأهمية طبعا هذا إذا تكلمنا عن المركبات البسيطة أستاذ أشرف فما بالك الآن بالمركبات الكبيرة أو شاحنات القطر أو ما إلى ذلك الذي إذا حدث فيها أي خلل بسيط الآن في القيادة يؤدي إلى كوارث متواصلة وبالتالي نعم سيدي نحن الآن في أزمة يجب الآن إعادة التأهيل من ناحية السايكولوجية وكيفية التعامل مع الآخر ويجب كذلك أن يتم التأهيل من ناحية قيادة المركبة نعم بدنا نشكرك دكتور وصراحة الموضوع طويل جدا وبدو أكتر من حلقة لنحكي فيه لأنه فعلا هذه الأزمة نحن نشوفها في الشوارع بشكل يومي وبكل ساعة رح نشوف كاريكاتير للفنان عماد حجاج وبتكلم عن نفس الموضوع اللي هو أزمة السيار الموجودة كل شكر لك الله يسلمك نسيدي دائما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة